تعالوا نسمع مصطفى بكري نفتكر مع بعض جزء من كلامه مع قصواء الخلالي عن النقطة دي أولاً الشيخ إبراهيم زي ما بقولك عنده استثماراته وعنده أصدقائه في العالم العربي والعالم الخارجي ويتحرك مش وحيداً لا يعني فيه مصنع ضخم في سيناء هو مشاركة قوات المسلحة شركة هلا هو ليس الوحيد فيها هو له 40% ومشايخ سيناء معاه و60% لجهات أخرى أجي في شركة هلا مثلاً اللي بتصير الكلام الكثير شوفوا جماعة أنا كنت حاضر مبارح سبيس على تويتر كان عامل الزملاء الدكتور أحمد سالم من مؤسسة سيناء والباحث عبد الرحمن عياش وكان بيتكلم فيه الأستاذ محمد نعيم الكاتب والصحفي والزميل العزيز الأستاذ حسام الحملاوي ونخبة يعني من النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين لكن الحقيقة من الحاجات اللي لفتت انتباهي قوي في الاسبيس دا وكنت مستمع بس يعني للي بيقولوه واللي حقيقة استفدت منه جداً هي فكرة أنه النظام ده مالوش رجالة النظام الحالي مالوش رجالة يعني ما تقدرش تقول أنه النظام ده مثلاً ليه رجالة زي أحمد عزي وزكريا عزمي مفيش النظام ده فعلاً مفيش حواليه نوع معين أو اتجاه معين من الرجالة بتوعه يعني ما تقدرش تقول إن ده نظام رجال الأعمال ما تقدرش تقول إن ده نظام مثلاً المشايخ أو ده نظام الدعاء أو ده نظام بتوعي الدين ما تقدرش تقول مثلاً إن ده نظام مش عارف يعني أي فئة نظام الأطباء نظام الميليشيات ما تعرفش مالوش رجالة ممسكين لكن الحقيقة اللي ظاهر إنه النظام ده واضح إنه بقى نظام الميليشيات نظام البلطغية نظام المهربين لكن هقول الله حضراتكم اللي تقال في الاسبيس مبارح عن ظاهرة الأرجاني كان الزملاء كلهم مقتنعين إنه إبراهيم الأرجاني ماينفعش نتعامل معاك إبراهيم الأرجاني يعني وجهة نظرهم واللي ربما اختلف معاهم فيها إنه إبراهيم الأرجاني ماينفعش نبدأ نقول إيه إبراهيم الأرجاني وعمل إبراهيم الأرجاني وسوى إبراهيم الأرجاني لا يجب البحث فيما وراء إبراهيم الأرجاني هو جماعة الأرجاني ده وجهة لإيه هو الأرجاني ده وجهة لمين هو الأرجاني ده إيه اللي وراه فالأرجاني ده عايزين منه إيه وكلها اسئلة منطقية طبعاً أحترمها بشكل كبير جداً فواضح انه النظام بيحاول يصدر لنا ابراهيم العرجاني كهو ده الرجل بتاعي انا عندي رجالة منهم صبري نخنوخ ومنهم ابراهيم العرجاني دي نوعية الرجالة اللي حواليه النظام عبدالفتاح السيسي وما جمع الا ما لازم يوفق يعني الحقيقة انه هم فعلا فيهم شبه من عبدالفتاح السيسي في البلطجة وقلة الكارزمة والعقل والتفكير وان الدنيا كلها يعني متاخدة بالدراع والكلام ده كله ولكن ردا على الاصدقاء مبارح اللي كانوا بتكلمه هو وجه المين ما هو جماعة الخيوط كلها رايح على محمود عبدالفتاح السيسي يعني برضو انا مبارح كنت عايز اقول لزملة اللي بتكلمه ما هو الكلام رايح لمحمود السيسي يعني هو العرجاني وجه المين الدنيا كلها بتقول انه هو الراجل له علاقات بمحمود عبدالفتاح السيسي ومرتبط بمصالح معه وان محمود هو الداعم الاكبر له وانه هو اللي بيطلعه هو اللي بيدي له كل الشغل ده